الحضور الكريم أرحب بكم وبضيفي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في النسخة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي عشرين دقيقة سأحاول فيها أن أمثل زملائي العاملين في قطاع الإعلام بأسئلتي وأيضا أن أكون المحاور في هذه الجلسة والصحفي في آن واحد أهلا بك معالي الدكتور سلطان مرحبا مرحبا خفيصل مشكور على هذا الحوار وعلى هذه الفرصة أود كذلك أن أشكر كل الحضور على تواجدهم معنا وأخص بالشكر كل من ساهم في تنظيم وتنسيق لهذا المنتدى المهم والناجح إن شاء الله شكرا معاليك أسمح لي أن أبدأ ونستغل العشرين دقيقة غالبا تكون الحوارات لمدة أطول وندخل في صلب الموضوع مباشرة مضى على ترأسكم معاليك للمجلس الوطني للإعلام أكثر من سنتين المنطقة تمر في هذه المرحلة ومنذ ترأسكم في صراعات وأيضا وضع غير مسبوق حقيقة مثل انتشار العنف دكتور التطرف الحروب الإمارات أيضا كانت مشاركة في مسار دعم الشرعية في اليمن للإعلام كان له دور محوري وتحرك غير مسبوق أيضا للتعاطي مع هذه التحديات ربما إن صح التعبير ربما هي أكثر الفترات تعقيدا على الإعلام الإقليمي والمحلي ربما يوافقني على ذلك العديد من الزملاء هنا فما نظرت المجلس دكتور سلطان لكيفية التعامل مع هذه التحديات وما هو الدور الذي قام به المجلس في هذا الصدد أنت لم أعطيتنا فرصة نصخن على فكرة نمتع على طول دخلت جهامد وساخن لا يخفى على أحد أبدا أن في السنتين اللي مرنا أن نحن مرينا بالفعل بتحديات كانت مش سهلة كانت إلى حد ما صعبة وبشكل كبير كانت غير مسبوقة اللي ساعدنا في التصدي لهذه التحديات وقلبها من تحديات إلى فرص هي أولا ثقافتنا طبعا أننا نستمدها من قيادتنا الرشيدة وكذلك البنية التحتية القوية والصلبة لإعلامنا الوطني أتيت في البداية أنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة مجلس وطني الإعلام بتكليف كان أمانة في وقتها واضح وصريح ألا وهو أن نركز على تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية حتى يستطيع إعلامنا الوطني لمواكبة ومواعمة التطورات والمتغيرات اللي حاصلة في قطاع الإعلامي إلا أنه وجدنا أنفسنا أمام تحديات كانت معقدة متعدد الأوجه كانت معظمها متداخلة الشي فيها سياسي اقتصادي اجتماعي انساني أمني عسكري أمانة ما كانت بالنسبة أننا مسبوقة فبالتالي اضطرينا أننا نتراجع شوي في حساباتنا نبدأ أن نعيد ترتيب أوراقنا ولولا دعم إخواني وزملائي وزميلاتي أعضاء المجلس الوطني للإعلام والوقفة الإيجابية والاستجابة السريعة من قبل كل أفراد المجتمع الإعلامي والقطاع الإعلامي في دولة الإمارات لما استطعنا لمواجهة هذه التحديات وتصدي لها والخروج بإنجازات ونجاحات الحمد لله طبعا استفدنا بشكل كبير من هذه الخبرات الغنية عندنا في القطاع الإعلامي كان هناك فرق متخصصة تم تأسيسها للخوض في هذه التحديات وإيجاد حلول تكون لها نتائج ملموسة وسريعة دور المجلس في هذه الفترة كان أكثر من همزة وصل كان عامل مساعد كان يتواصلا بين القطاع الإعلامي وأفراده ومراكز قوته ومع صناع القرار فبالتالي مشوطة الإعلام كان يوفر المعلومة في الوقت المناسب والوقت الصحيح ويقدم كذلك وجهات نظر وبعض التوصيات للقيادة لاتخاذ الأسلوب المناسب والاستراتيجية الملائمة لمواكبة هذه المتغيرات طبعا وحدة من المبادرات التي طرعت من مشوطة الإعلام والتي كان لها الأثر الكبير أمانة في نشر بعض الأفكار أو كذلك تثقيف المجتمع هي الإحادات الإعلامية إن كانت في مواضيع مرتبطة بالتحديات التي كنا نواجهها في هذه الفترة أو كانت أمور تعنى أكثر بشأن الوطن والمواطن اشتغلنا كذلك بتنسيق الجهود الإعلامية مع الأشقاء في المنطقة ومع الدول الصديقة لتوحيد الرسالة وكذلك وضع أطر عملية نتعاون من خلالها للتصدي لهذا الفكر المتطرف للإرهاب محاربة كذلك خطاب الكراهية من خلال كل وسائلنا الإعلامية إن كانت منصات تقليدية أو منصات رقمية أو اجتماعية التحديات هذه بالنسبة لأننا في قطاع الإعلام أمانة كانت محفز أكثر من أي شيء ثاني كانت بالفعل محفز ساعدتنا في الاستعجال في تدارك الموقف ساعدتنا في مضاعفة العمل والجهد والتركيز على إيجاد حلول لتكون حلول عملية ومناسبة للوقت والظروف التي كنا نمر فيها كذلك ساعدتنا في خلق قنوات تواصل بيننا أو بين الدول الشقيقة بين الأصدقاء في المنطقة وكل من يفكر مثلنا وخاصة تجاه هذه القضايا التي كانت منحها في هذا الوقت وفي نفس الوقت استطعنا من خلال هذه التجارب ومن خلال هذه التحديات ومن خلال هذه الفرص بأن نبني مؤسسة قوية تسمى اليوم بالمجلس الوطني للإعلام فنحن أتينا مؤسسة موجودة وعالتشريع والتحديث في البنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والتحديات اللي مرنا فيها ودعم الإخوة والمؤسسات الإعلامية استطعنا أن نقلب هذه التحديات إلى فرص وفي نفس الوقت جهزنا المجلس وطني للإعلام للتصدي لهذه التحديات وهذه الفرص أريد أن أشير هنا نقطة جدا مهمة وأنا أقولها هذه بكل أمانة وبكل صراحة ويمكن ما سنحث لي الفرصة في الأوان الأخيرة أن يتواصل مع أخواني الإعلاميين إلا أن ما كان للمجلس الوطني للإعلام أو لإعلامنا الوطني أن يحقق هذه النتائج وهذا التقدم الملموس من خلال هذا التجاوب المجتمعي في دولة الإمارات وخارج الدولة لولا المساهمة الفعالة والتجاوب من كل الإخوة والأخوات في القطاع الإعلامي في دولة الإمارات كل من محله وكل من مؤسسته عملنا بالفعل كفريق واحد إعلامنا الإماراتي وقف وقفة مشرفة كانت جدا إيجابية كانت وقفة وطنية شجاعة وأمانة كان هناك نوع من الإبداع المميز والابتكار في طرح القضايا وإيصالها وإبراز الحقائق لدرجة أن أصبح إعلامنا المحلي رغم أنه كان تركيز خلال السنوات الماضية هو التركيز على الإعلام المحلي أن نستطاع وبسرعة التجاوب للمتغيرات والمعطيات في هذا الوقت واستطاع أن يتواصل حتى مع العالم ومع الغرب في إيصال الرسالة كذلك في نقطة جدا مهمة أنا ما أنساها وهذه أتت في بداية تجربتنا من خلال مجلسة وطنية الإعلام ألا وهي مشاركة الدولة في التحالف العربي لدعم الشرائية في اليمن الوقفة التي أنا لمستها شخصيا من كل الزملاء وكل المؤسسات كانت غير مسبوقة أنا وزملائي في مؤسسة الإعلام نكون لهم كل احترام وكل تقدير وما أستطيع أن أتكلم في هذا الموضوع ولا أن نقدم تحية إكبار وإجلال لأرواح شهدان الأبرار ولقواتنا المسلحة الباسلة وأهالي الشهداء وأمهاتهم اللي أمانة مواقفهم الشجاعة الوطنية أصبحت مفخرة ومصدر فخر واعتزاز ونقدر لهم هذه المواقفة هذه التحديات مع لي أكيد تطلبت استراتيجية واضحة المعالم للمجلس الوطني للإعلام أكيد العديد من زملائنا العاملين في هذا القطاع يودون أن يقتربون من على الأقل الملامح العامة لهذه الاستراتيجية دكتور السؤال الممتاز وفي محله ووقت مناسب استراتيجية دولة الإمارات في قطاع الإعلام ليس غريبة على أحد أولا تتسم بمصداقية بنزاهة بشفافية فيها وضوح تحب أن تبرز الحقائق تركز على استشراف المستقبل تركز أن كيف دولة الإمارات ممكن أن تكون عامل مساعد في هذه النقلة النوعية التي حصلة اليوم حول العالم وفي ظل المتغيرات تركز على مقومات رؤية دولة الإمارات خلال المائة العام القادمة التي أعلنتها القيادة خلال مئوية الإمارات 2071 ولكن من ناحية عملية نحن في مجلس الوطني الإعلام ننظر لها من خلال مسارين وعدة ممكنات مسار داخلي ومسار خارجي بالنسبة للمسار الداخلي بطبيعة الحال والإعلام الوطني المحلي قائم بعمل جبار في هذا المجال اللي هو التركيز على دعم أهداف الدولة في كافة القطاعات والمجالات سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية تعليمية تمكين الشباب تمكين المرأة جعل منهم اليوم المحرك الرئيسي في دفع عملية التقدم في الدولة وكذلك هناك أهداف منها ترسيخ وتكريس توابطنا الوطنية وحماية مكتسباتنا وكذلك تعزيز صورة الدولة في الخارج من خلال وسائلنا المحلية لكن بدون بيئة أو بنية تشريعية تنظيمية ما بنقدر نحقق هذه النتائج بشكل سلس وبشكل سريع فبالتالي ركزنا أن يكون عندنا البيئة التنظيمية وعلى هذا الأساس أصدر قانون تنظيم أعمال المجلس وطن الإعلام اليوم أصبحت واضحة وصريحة للكل ونقطة مهمة جدا أنا أحب أن يركز عليها هنا من خلال مسارنا الداخلي عشان نحن اليوم نقدر أن نطلع بصورة مشرفة لذلك المرات في الخارج لا بد أن نعمل على شيء بسيط جدا ألا وهو تمكين جير الشباب أنا أعلم جيدا كل الموستات الإعلامية ملمة بهذا الموضوع ولكن نريد أن نفعل هذه المنظومة المنظومة اليوم مبنية وبشكل كبير على حجر الأساس حجر الأساس هو جير الشباب أنا أمانة نقطة وأحب أن الأخوة هنا يأخذونها بأي نوع من السلبية صحيح في عندنا اليوم شباب متميزين جدا يعملون في بعض الموستات الإعلامية ولكن لو نسمح بس لإخواننا في الموارد البشرية أن يأخذون على جنب شوي وما يدخلون في الإدارة التحريرية ليش يا أخوان عندنا عندنا كفاءات شابة متميزة ادعمه وفر لكل الموكنات وفر للعوامل المساعدة حتى يبدع ويبتكر وينجز نحن اليوم كمسؤولين دعمنا من قبل القيادة ولا كان كل واحد مننا اليوم بيكون يشتغل في عمل معين واحد لكن اليوم ما بتلقون مسؤول يعمل في مسؤولية وحدة ومهمة وحدة عند العديد من المسؤوليات ولولا دعم القيادة وممكنات والتولز والمساهمة الفعالة من قبلهم لما استطعنا تحقيق هذه الإنجازات فأرجو من إخواننا المسؤولين في قطاء الإعلام تمكين الشاب الإماراتي وخاصة المتميز منهم وتوفير كل التسهيلات والدعم والممكنات حتى أن يستطيع أن يتميز في عمله أوقات عمله في مؤسستك هذه موجودة لك لكن لا تمنعه أن يروح ويتميز من خلال منصات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي بالعكس شجعة وحفزة وخله يروح وينطلق ويبدع في تمكين وتعزيز صورة دولته ومستحقاته ومكتسباته من ضمن النقاط دكتور ضمن الاستراتيجية رفع مستوى العلاقة بين المجلس والعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الإعلامية كيف تقيم هذه العلاقة في ظل ما تم مؤخرا من عمل المجلس والتعاون مع هذه المؤسسات أنا ما كملت عن استراتيجيتنا الإعلامية تكلمت عن المسار الداخلي أحب أني بسرعة أتكلم على المسار الخارجي أو على المستوى الخارجي مستوى الخارجي هذا مهم جدا يا أخوان عشان نقدر نوصل رسالتنا في الخارج لابد أن نوصل رسالتنا في الداخل فأرجو من إخواننا المسؤولين في الإعلام التثقيف ونشر الوعي والتكرار في الرسالة بثقافات مختلفة ولغات مختلفة تعنى بالشأن الداخلي وبالجمهور اللي موجود عندنا هذا مطلوب وأصبح أمر حتمي وأمن وطني فأرجو من إخواننا وزملائنا التركيز على الإبداع من ناحية المحتوى والشكل والصورة في إيصال الرسالة بثقافات مختلفة وبلغات مختلفة عندنا قبل ما نبدأ نطلع خارج حدودنا خارج حدودنا هناك العديد من المؤسسات اللي عندها باع طويل وخبرة نحن الآن في صدد وبدعم من القيادة والأمانة العامة من الوزراء في تشكيل فريق أو تنسيق من بيننا بخصوص تعزيز الصورة حماية الصورة وحماية متساباتنا من خلال منصات المختلفة إن كانت موجودة أو اللي ممكن أن تخلق في المستقبل كذلك التواصل المباشر مع المؤثرين العالميين إن كانوا سياسيين اقتصاديين مثقفين من جميع الفئات ومن جميع الأعمار وفي جميع أنحاء العالم الدولة تستحق مننا هذا الشيء وهذا اليوم أصبح أمر حتمي وواجب وطني علينا إيصال رسالتنا ورسالة لتستحقها دولة الإمارات مننا نحن كمواطنيين ومسؤولين نرجع إلى سؤالك من ناحية يعني العلاقة بين المجلس على صعيد السياسات الآن داخلياً وخارجياً تتطلب تعاون كبير مع المؤسسات العلمية في الدولة بشكل أدق دكتور كيف تقيم هذه العلاقة؟ أمانة هي علاقة ممتازة وعلاقة جداً طيبة أعلامنا المحلي أعلام قوي أعلام وطني بامتياز فعليته أنا أعتقد واضحة لكل حد وما نحتاج من أي حد أن يبرهن مدى فعالية أعلامنا الوطني أعلامنا الوطني رافق تأسيس الدولة منذ بدايتها ساهم في نجاحها دعم مساراتها المتعددة داخلياً وخارجياً فإذن إعلامنا أثبت إمكانيته وقدرته النوعية عبر السنين الآن المطلوب منه هو خلق منظومة تتقدم مع الزمن منظومة تكمل بعضها البعض مثل ما قال لخ الشيخ سطان بن أحمد قبل شوي ضرورة التكامل بين الإعلام نعم أتفق معه مئة بالمئة ولكن التكامل يا إخوان لا يمنع التنوع التكامل ضروري وحتمي بينك المؤسسات ولكن التنوع كذلك مهم جداً وبالنسبة لي أنا بيميز رجاحاتنا ومدى عمقها إذا قدرنا بالفعل أن نتنوع بنوعية وتكون نوعية خاصة فالتكامل موجود هناك تجانس واضح وصريح بين كل المؤسسات الإعلامية الكل يعمل كفريق واحد كخلية واحدة بروح واحدة فريق واحد هوية واحدة هدفنا واحد هو أهدافنا الوطنية تعزيز صورة الدولة في الخارج وحماية مكتسباتنا ومستحقاتنا نعم معالي نور الكعبي طرحت سؤال أيضاً في الجلسة السابقة عن ماذا يريد الجمهور ولعل هنا يتقدم الإعلام الجديد دكتور سلطان على الإعلام التقليدي وهنا الجدلية يزداد الحديث حولها نظرتكم للإعلام التقليدي مقارنة بالإعلام الحديث كيف يمكن المواءمة هنا شفنا طبعاً العديد من الدراسات والأبحاث وقرأنا كثير وشاركنا في العديد من ورش العمل أنا شخصياً أعتقد أن العلاقة موجودة علاقة مهمة جداً يجب أن تكون تكاملية ولكن تكاملية تسمح بالتنوع مثل الليين اليوم يقول لي سلطان هل هذا زمن بترول أو زمن طاقة شمسية طاقة متجددة لا يا أخي هي زمن تكامل التكنولوجيا تطورت في نفس الوقت الإعلام التكنولوجيا اليوم والإعلام الرقمي كذلك تطور فلازم يكمل الأساس الأساس هو الإعلام التقليدي المصدر الأول والمصدر المسؤول هو الإعلام التقليدي فبالتالي التكامل لتحقيق مصالحنا فنحن لازم نبدأ نعمل على المعادلة التي تساهم في تحقيق نتائجنا وتساهم في تحقيق أهدافنا المنشودة من خلال التكامل بين الإعلام التقليدي والإعلام الإعلام الجديد ولكن وبطبيعة الحال لابد من إعلامنا التقليدي أن يعمل من خلال المنظومة المتقدمة التي بدأنا حديثنا عنها لابد أن يستمر في تطوير أداءه يركز على المزيد من الإبداع والابتكار والتكامل على مسائل الإعلام الجديدة والرقمية والتركيز على تمكين الجيل الشاب أنا شخصيا حضرت جلسات عمل كانت مع مجموعة من الشباب إبداع وابتكار بمعنى الكلمة من خلال هؤلاء الشباب ولا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن لا نعطيهم حقهم هذا حق أن اعتبره مكتسب لا بد علينا كمؤسسات إعلامية أن نوفر كل الصبل والوسائل والممكنات والدعم لإنجاح مهمتهم لأن أمانة هناك إبداع وأفكار مبتكرة لديهم لا توجد عند غيرهم فبالتالي لا بد أن يكونوا من ضمن هذه المنظومة ولازم منظومتنا الإعلامية تتقدم بهم ومعاهم وبجهودهم وبطاقاتهم الإيجابية أنا لازم بعد كذلك أن أشكر الشباب الذين برزوا على الساحة عندنا مجموعة أمانة أن نفتخر فيهم كان لهم جهود جبارة خلال السنتين اللي مضت شيء منهم أنا حتى ما كنت أعرف عنهم ولا أسمع عنهم أنا متأكد أن النص الغرفة والنص المجموعة التي معنا حتى ما كانوا يعرفونهم ولكن روحهم الوطنية طاقتهم الشابة أسلوبهم الإيجابي في إبراز الحقائق وإيصار المعلومة بطريقة سهلة للمجتمع ساهمت بين يصبح اليوم نجوم نفتخر فيهم لا بد أن نحتويهم لا بد أن نساعدهم لا بد أن ندعمهم هم أملنا في المستقبل وهذا ما يأتي من عندي أنا هذا هو ما تراه القيادة في هذا الجيل الشاب فبالتالي نحن مسؤولين ومطلوب مننا أن ننشطهم وأن يقوموا بدورهم سواء أن كانوا في الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد لأنهم كذلك عليهم مسؤولية كبيرة في إصاد الرسالة وفي إبراز الحقائق يستحقون التحية بالفعل كان دورهم جداً مؤثر دكتور وبشكل مختصر قبل أن ننتقل لمحور آخر الشباب إذا ما نظرنا إلى المعادلة من زاوية أخرى ما الدور المطلوب منهم إذا كانوا على المؤسسات أن تدعم هذه الطاقات الإبداعية دورهم مهم تأثيرهم كبير بيكون في المستقبل كما كان في الماضي خلال السنتين لمضت نحن نشوفنا كيف الشباب استطاع أن يكون لهم دور وتأثير مباشر التكنولوجيا الحديثة في القطاع نحن ما نقدر نغفلها أو نسكر عيوننا عنها الجيل الشاب هو أكثر تمكناً مننا لاستيعاب هذه التكنولوجيا والعمل معها وموائمتها فبالتالي نحن لازم ندعمهم ونفر لهم كل الطرق وكل الصبل أن يستطيعون من خلالها أن يخلق قفزة نوعية في إعلامنا وفي منظومتنا اليوم في عندنا أو الإعلام الجديد الإعلام التقليدي فرض ظاهرة جديدة ديبلوموسي تويتر الدلماسية عبر تويتر يعني أن كبسة زر تتواصل مع الملايين نحن لا نستطيع أن نخفل هذه الإمكانية صحيح وشبابنا هم عندهم هذه الإمكانية وعندهم هذه القدرة فبالتالي نحن لازم نمكنهم مثال آخر الذكاء الإصطناعي الذكاء الإصطناعي اليوم صار جزء أساسي وركيزة يلعب اليوم الذكاء الإصطناعي في خلق مقومات اقتصادية وممكنات قوية لأي بلد متقدم نحن لا نستطيع أن نخفر الذكاء الإصطناعي وأكبر استجابة على ذلك ما قامت به الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات بخلق وزارة متخصصة تُعنى بهذا الشأن فبالتالي نحن اليوم لازم ندرك مدى المتغيرات والمعطيات الجديدة ولا بد أن نحتويها ونعرف كيف نتداركها ونوائمها ونواكبها حتى نستطيع أن نستمر في هذا الـ الذي شهدناه خلال 40 سنة اللي مضت في دولة الإمارات على كل حل مهما صار هناك تقدم تكنولوجي فني رقمي الإنسان هو الأساس ما زار الإبداع والابتكار الإنساني في المواطن الإماراتي مستمر فنحن لا بد أن نمانحاتي وأنا أعدك وأبشرك نحن اليوم عندنا الحمد لله جيل الشاب متمكن ويفقه جيداً مدى ضرورة مواكبة تطورات تكنولوجية وكذلك خلقها أو خلطها مع المقومات الأساسية والركائز الأساسية في إعلامنا التقليدي فالإنسان هو الركيز الأساسية لا بد أن نستمر في الاستثمار فيه حتى يستطيع أن يبدع ويبتكر مهما صار فيه تطور وقفزات تكنولوجية ذكرت نقطة مهمة دكتور في بداية هذا الحوار هو دعم المكتسبات الوطنية في ظل كل هذه المعطيات التي تحدثت عنها كيف يمكن للإعلام الوطني بالفعل أن يساهم في دعم المكتسبات وأيضاً ما تحقق على المستوى الحضاري لدولة الإمارات ما هو المطلوب؟ هذا السؤال المهم الوضع الآن تغير وما عاد كما كان عليه في السابق أخفيص العالم اليوم أصبح متقارب أكثر بسبب التكنولوجيا وتطورها وبسبب تطور وسائل التواصل في ظل هذه المستجدات وفي ظل الظروف التي نتعايش معها نحن علينا واجب وطني حماية مكتسباتنا حماية إنجازاتنا وطنية صون سمعة بلدنا في الخارج هذا ما أصبح اليوم خيار كوزماتيكس أو ألغجري هذا أصبح اليوم خيار وطني هذا أصبح واجب وطني أمر حتمي ما عندنا أي خيار آخر فبالتالي علينا الالتزام لازم نتذكر دائما إذا نحن ما عملنا لإيصال صورتنا الصحيحة والتي نحن استحقها سنخلق فجوة الفجوة ستسد من قبل مغرضين من قبل ناس ضالة من قبل أعداء فبالتالي نحن لازم نسد الفجوة ونسدها بمحتوى واضح وصريح له علاقة متجذرة بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وثوابتنا الوطنية ولا نسمح بإعطاء الفرصة لكل من هو مغرض بأن يأتي ويغطي هذه الفجوة نيابة عنها فبالتالي المطلوب مننا نحن كإعلاميين وكمسؤولين أن نعمل سويا بروح الفريق الواحد بطاقة إيجابية ونعمل على تطوير المحتوى المطلوب بالشكل وبالصورة وبالمنظومة المطلوبة حتى نستطيع أن نخاطب بها العالم بلغتهم وبثقافتهم هذا ربما يدفعني لسؤالك بشكل أدق معاليك كيف يمكن أن يسهم الإعلام الوطني الإعلام الإماراتي أن يعرف بصورة الإمارات بشكل أوسع قيمها فكرها الحضاري لمحيطها بشكل أولي والعالم لاحقا نحن دائما في أي مجال كان ننطلق دائما من باب أساسي هو ثوابتنا الوطنية لأرساها الشيخ زايد طيب الله ثراء فبالتالي نحن نبني على دعائم متينة مكانة مرموقة لدولة الإمارات عندنا سمعة الحمد لله مشرفة جدا في محافل الدولية وهذا ليس شيء غريب نحن اليوم في عدة أمور في محافل دولية في قضايا سياسية قضايا اجتماعية في مسابقات رياضية في العديد من التجارة التي مرينا فيها خلال السنوات الماضية نحن اليوم نقطف ما زرعه الوالد المؤسس لكن مطلوب مننا تعزيز التواصل الاستراتيجي الخارجي لا بد علينا إعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى هذه بالنسبة لنا اليوم أولوية لازم نزيد مرونتنا في تعاملنا مع هذه القضايا استجابتنا لازم تستمر بنفس الأسلوب وبنفس الإيجابية وبنفس السرعة لأن الوقت ما عاد يحتمل والأمور تغيرت وهناك مستجدات وهناك معطيات جديدة لا بد أن يكون عندنا سرعة في التعامل مع هذه المتغيرات وسرعة في إيصال المعلومة وإبراز الحقيقة لجمهورنا ومن ثم الثقافات واللغات المختلفة عندنا وبعدين نطلع خارج حدودنا لإيصال هذه المعلومة وليإيصال هذه الحقائق أعتقد أخيرا يا دكتور نعم لازم نعطي كل حق من حقها إعلامنا الوطني كان له دور أمانة جدا جبار خلال السنتين اللي مضت وكانوا نعم تحت ضغوط عديدة ونحنا عملنا معاهم لأني أعيد وأقول لولا وقفة الإعلام بهذه الحنكة وبهذه الحكمة وحسن التدبير والاستجابة السريعة وسرعة البديهة في مناورة هذه القضايا لما استطعنا للوصول إلى هذه المرحلة الآن نحن مطلوب منا أن نبني على طاقتنا الإيجابية على ثقافتنا ونتكاتف لنتطور المحتوى الجديد المحتوى الذكي اللي شكله يكون مناسب اللي يكون له نوع من الذكاء في إيصال المعلومة لازم يعبر عن قيمنا لازم يعبر عن مبادئنا لازم يعبر عن تسامحنا تطلعاتنا للمستقبل هذه لازم توصل نحن اليوم دولة إن مبادرات ذات شأن إنساني ذات شأن حضاري لا بد أن تصل للعالم وما رح تصل لولا جهود إعلامنا الوطني قبل أي إعلام خارجي كلمة أخيرة دكتور لهذه القامات الأساتذة في مجال الإعلام المختلطة مع كوكبة من الشباب المقبلين على عالم الإعلام قبل أن نختم معك هذه الجلسة الشيئة باختصار ألف شكر جهدكم مشكور نتائج واضحة لا بد أن نستمر بنفس الروح الإيجابية بروح الفريق الواحد والتكاتف مع بعض ونبدأ بإيصاد الرسالة بالثقافات المختلفة حتى نستطيع أن نعزز بالمكانة وصون مستحقاتنا في الخارج وكلنا ثقة أن يكون إعلام دائماً الإماراتي على مستوى طموح كما عهدناه شكراً لكم علي الدكتور سلطان أحمد الجابر على هذه الجلسة وعلى الحديث عن أفاق الإعلام الوطني شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم